اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واللي عمل كده مش هرحمه بس اتطمن عليها الاول طب هتعمل ايه خليك هنا جنبها ما تتحركش وانا هبعتلك رجالتي تبقى معاك وانا مش هرجع لما لاقي دكتور يقدر يساعدنا مونير كان هيمشي وحسن بصله بامل وقال انا مش عاوز هتموت هندي لازم تعيش اتطمن هندي هتبقى كويسة طول ما هي معايا وفي مكتب حازم دخل باسل وقال صهيب وصامرة هم اللي ورا اللي حصل لهند خلينا نقبض عليهم بس الاول طب مني حالة هند عاملة ايه لسه مش عارف مونير هناك ومش هينفعين اظهر خالص انا بحاول اوصل لحسن هو لا يقول لنا الاخبار جات النقيب صارة وقال انا ممكن اروح المستشفى على اني دكتورة او ممرضة واطمنكم عليها وحازم قال فكرة حلوة اوي ياريت تعملي كده فعلا باسل هتزي دماغه بالرفض وقال لا للأسف انا عرفت ان مونير مانع اي زيارة لها حتى الدكتورة بيدخلو لها بحساب ما تقلقش انا هعرف اتصرف ماشي عموما جربي بس مش هوصيك هو حد يشكي فيك وقدام المستشفى وقف مونير يدي تعليماته الرجال توقال اتنين يقفوا تحت قدام المدخل واتنين عند قضيتها فوق اتطمن يا باشا كل حاجة تبقى تمام مش هنسمح بيدبانة حتى تعدي مفيش بس غير حسن اخوها هو اللي مسموح له يشوفها اي حد تاني لا ولا دكتور ولا ممرضة حتى يدخلو لها ماشي يا باشا اللي تشوفه خلص مونير كلامه وركب عربيته ومشى واتصل على واحد وقال محمود زي ما فاهمتك انت هتحضر طيارتي الخاصة انا وهندي لازم نسافر النهاردة طب يعني افرد ماتت في الطريق وموصلتش ما تقلقش انا عامل حسابي على كل حاجة وفي احد المطاعم دخلت سمرة تلفت حواليها وعدت على طربيزة بعيدة عن الناس وسهيبي دخل وراها وقال كان لازم نتقابل في مكان عام يعني ما كنت جيت شقتي افرد حد من رجالة مونير شافنا وبلغوا بمكاننا طم مني الاول اللي اسمها هندي دي ماتت ولا لسه لا بين الحيا والموت بس احب طمينك انها مش هتعيش انا حجزت طيارة لنيورك هنقعد هناك فترة كده لغاية ما مونير يهدى وينسى اللي حصل بس مونير نبو ازرق وما يسمحش انا خايف يضبر لنا حاجة انا كلمت بابا وحكيت له على اللي مونير عمله وعلى محاولته الموتي سهيبي ابتسم بشر وقال هيصف فيه امتى وانخلص بقى للاسف اللي مونير شايل كل شغلنا وما نقدرش نستغنى عنه برغم اللي عملوا كله فيكي بابا ما يهموش غير شغلو بس قطعهم الويتر اللي جاو قال في واحد جابلكم الظرف ده استغربت سامرة وقالت واحد واحد مين وهو فين ما عرفش هو جاو وقف بعيد وقاللي اوصله للطلبوسة بتاعكم سهيبي وقف يدور بس ملقاش حد سامرة قالت ما تعرفش مين ده افتح الظرف خلينا شوف في ايه فتحت سامرة الظرف واتفجأت من اللي مكتوب فيه انتهت لعبتكم ومن اليوم هتبدأ لعبتي استعدوا سهيبي وسمرة بسوا البعض وسهيبي قال يقصد ايه ده اكيد مونير مونير مش هيسبنا وفي نفس اللحظة كان فيه صوت انفجار قوي في المكان والناس كانت بتجرب رعب وخوف اما سهيبي وسمرة فالاتنين كانوا مصابين وعند هند فتحت هند عنيها وهي بتبص حواليها وقالت ايه المكان ده انا فين كانت في قصر كبير بصت حواليها ومسكت دماغها وحصة بصدع قربت منها الخدامة وقالت انا ايلين المساعدة بتاعتك مسي ومنير قال لي استنى جنبك لغاية ما تفوقي هند حاولت تقف وقالت من اللي جابني هنا انا لازم اروح مش هينفع انتي هنا في امريكا مش في مصر هند بصت لها بغيز امريكا ايه يا وليه يا مخبول انتي والساعة كده انا عايز اروح دخل مونير وقال اهري يا هند بهند وقال كان لازم اجيبك هنا بعد ما حاول تموتك بس مش هينفع عسيبك تبقى في خطر يا دي الشيلة ويا دي الحط رحنا على جمال وجينا على بطة انا دلوقتي فين انتي في امريكا احنا هنقعر هنا اسبوع قبل ما نسافر ايطاليا اه وانت ناو تلففني العالم با ولا ايه واي يعني احنا هنتجوز وهتبقى دايما في المكان اللي انا فيه ده لما نتجوز المهم انا عايزة اكلم لماما وبابا وحسن اخويا هتكلميهم بس مش هينفع دلوقتي هم مفكرين انك في غيبوبة وفي مصر تحديدا في مكان الحدثة وقف المقدم حمزة الصياد وقال المتفجرات اللي استخدموها من نوع متطور جدا صغيرة وكانت مزروعة باحترافية وجات النقيب ملك تايمور وقالت اعتقد اللي وراء التفجير اللي حصل ده جامعة جديدة اول مرة تمارس شغلها هنا لا ما اعتقدش بقولك ايه القضية دي انا مش محتاجك فيها هعرف حلها لوحدي احب فكرك ان احنا فريق الوحوش 111 وكلنا شغالين مع بعض ماينفعش انك تشتغل لوحدك اللهم اطولك يا روح هو مش احنا قلنا خلاص هنفركش اطعهم باسل اللي جو قال السلام عليكم انا كنت عاوز اعرف وصلتوا لايه ما هو سيادت المقدم مع الطل من بدري ولله هو كن زماني وصلت للعمل كده وابطع ليه كمان اتفضل اشوف شغلك واحنا بقى هنقعد ناكل لب ما خلاص الشرطة لمت وجه حازم وقال وايه اللي بيحصل هنا باسل قرب من حازم وقال اصل حمزة صياد والنقب ملك تايمور هما اللي مسكين التحقيقات في قضية التفجير طب اتكلم انا ولا سيبهم يتعاركم في حاجة كده كنت عايز اتكلم معاكم فيها كلهم بصوا الباسل بانتباه وباسل قال التفجير ده كان مقصود به اتنين اللي هما واحد منه عاش والتاني مات كمل حازم الكلام وقال احنا مسكين قضية مونير الخطيب بقى لنا فترة وفي احتمال 80% يكون هو اللي وراء التفجير ده كده نفهم كل اللي حصل ده وراء مونير طمين بقى اللي مات هو من اللي عاش اللي مات تبقى صمرة ودي البنت اللي هناك دي اما بقى اللي عاش فدا صهيب يبقى الدراع اليمين بتاع مونير واختفى مش موجود دلوقتي اه انا مش فاكر اننا تحفزنا على حد اسمه صهيب انا متأكل انه ماتش انا شفته في الكاميرات واقف على رجليه وكان بيجري اطاهم واحد من العساكر اللي جاو قال حمزة باشا لقينا واحد في الشارع لجنب المطعم واقع على الارض وكان مغم عليه يظهر انه كان بيجري بعد الانفجار وهو متصاب كلهم راحوا يشوفوا الشاب ده وحازم قال هو ده صهيب كويس انه ما قدرش يكمل وقال لو ما كناش مسكناه كانت القضية تتعقد ملك ابتسمت بسقة وقالت ما فيش قضية لوحش بيمسكوها وما بتتحلش الدخلية طالما استعانت بنا يبقى اكيد هتتحل الاسمها ملك دي شكلها مغرورة اوي لا حق تتكلم دامن وهي لسه طالبك لتدخل عمليات كبيرة وكشفت عن شبكات كبيرة من العصابات خلينا ناخد صهيب في المستشفى واحنا نروح على المكتب نكمل باقي كلامنا وبعد وقت كلهم راحوا للمكتب حمزة قال صهيب لو فقو اتكلم كده هيعترف بكل حاجة لو صهيب كانت درعلي من فعلا لمونير فبكده يقدر يوصلنا رقبة مونير انت جبت اتايها يعني ما كلنا عارفين الكلام ده مش معنا اننا فاركشنا مع بعض يبقى تدخل الامور الشخصية في الشغل ايه ده انتم سبتم بعض يا خسارة تقدر تقول حاجة زي كده يا حازم بس انا لسه ما قلعتش الدبلة انت لسه خطبتي على فكرة احنا ملناش دعوة بكل ده انا رايح اشوف صهيبي في المستشفى يمكن يكون فاء وفي المستشفى هعند صهيب كان نايم على السرير ودخل على لباس الوئل ها هتتكلم وتقول اللي عندك ولا خليك تتكلم بطريقتي انا انا مش فاهم انت توصد ايه انا معرفش حاجة هتقول ايه علاقتك بمنير ولا خليك تتكلم بطريقتي بس احنا عندنا اللي يفتح بقه بيموت دخل حمزة وانا اضمن لك ان محدش هيمس منك شعرة بس لو ما تكلمتش وقتها هيبقى الموت ارحملك من اللي يحصل فيك اللي عقرب والصياد مع بعض يبقى ما فيش منها خروج انا هتكلم وهقولك على كل حاجة وبعد وقت وافباسل وحمزة وملك وصادل وجميل اللي قال مونير مالوش اثر في مصر بس ما فيش اي دليل انه خرج برا مش فاهمة يعني هو جوى مصر ولا برا حسن اكد لان شايف مونير وهند مسافرين على طريق خاصة بس المفاجأة بقى ان مونير سافر باسمي تاني وليه ما سافرش باسم مونير الخطيب هقولك انا يا حمزة علشان هو كده مفقر انه هيحيرنا واحنا مش هنعرف نوصله يبقى ما فيش قدامنا غير حل واحد لازم حد يسافر لمنير ويرجعوا لمصر انا مستعد لده اهو على قل اخلص منها لا انا اللي هسافر القضية دي انا مسكها من زمان جميل بص الملك بقى اعجاب وان ولا انت ولا هو النقيب ملك هي اللي هتسافر ومعها المقدم حازم ملك ابتسمت بنصر شوف لك حاجة تانية تعملها راح يطعلك خلاص خبط حازم على الباب ودخل وان بعتزل عن تأخير بس كان فيه مشوار مهم بعمله عملت ايه في اللي انكلفتك بيه ورحت كل المخازن اللي صهيب قال عليها وعملت حملة مكسفة بس للأسف مفيش اي دليل واحد على منير يعني ايه منير هيطلع منها تاني انت وفريقك يا حمزة من النهاردة هتبقوا مسؤولين عن التحقيقات جوة مصر طب وانا هسافر امتى لا انت مش هتسافري انت هتستني هنا مع حمزة بس لوحازم هيكمل له قضية برا مصر ملحقتش فرحي يا حرام ورجع تكلم وقال كده فاضل حاجة احنا منعرفش امنير سافر اي بلد وعشان كده حازم احنا هنشتغل بخطة محكمة مش هتخرج برا عننا ولازم نعرف هند عايشة فعلا ولا لا لانها هي اللي هتوصلنا لامنير استوب لحد هنا يا ترى هيقدروا يوصلوا الهند ولا لا ويا ترى فريق الوحوش هيعمل حاجة ولا ايه اللي هيحصل في حلقتنا الجاية استنونا ولا وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش دعمنا باللايك والكومنت الحلو دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته